السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي كديرين لبس عليكم خلشي بخير إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا معي قد نقدم معكم واحد نيلشيك أو باناشي كي يجي الصراحة غزال والديد وإلى عندكم سوهلة أو البطيخ من السوس فديروا به باناشي كي يجي لديد لديد بزاف وهنايا كما كتشوفوا غادي نقطع سويهلة تفاح والبنان والخوخ وغادي نزيد معه الحليب نصيطر أو أكثر المهم أو يطروا المهم على حسب القوام اللي بغيتو يكون يعني إما خاتر أو خفيف المهم على حسب الرغبة ديالكم وزد هنا مع الثلاثة الملاعقة للسكر الأولى ما صورتهاش وحتى السكر على حسب الذوق يعني ماشي ضروري يديروا نفس المقدار وهنا غادي نتحنو ونجيب صفايا اللي عندي عندها شوية عيني كبار غادي نصفيها فيه تقدروا تخليوه حتى هكاك أولادي ما كيعجبوه مش يكون فيه هدوك الحبوب ديال أو القطع الصغيرة ديال سوية لا ولا البنان ولا التفاح هدك الشي علاش كنصفيه قدروا تخليوه محتى هكاك إلا كان مطحون مزيان أو نكمل كمية كاملة نصفيها ونجيبها في كؤوس صارح هدوك يجي غزال وليد بزاف يعني إلا عندكم سوية لمسوس أو تقدروا ما ترميوها وش تقدروا تحضرو بيها بناش و نشكركم بزاف على المتابعة ديالكم كنتمنى إن شاء الله إلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايكات واللي ما زال ما يشترك معايا و نقول لكم مع السلامة إلى